وصل موديت الجزائر تحضيرته الكراوية ضمن معسكره الإعداد بمركز كارتي برياضي في مدينة إزميتا تركيا لليوم الثامن على التوالي الحصة التدريبية الوحيدة التي خضها العامد صهرة أمس خصصها التقام الفني بقيادة تقني بوعلام شرف للاسترخاء ومن ثم إعادة شحن البطاريات بعد خوض الفريق أمس مبارتين وديتين متتليتين ضد نادي دير بريك والمنتخب الليبي لأقل من 21 سنة بداية التدريبات كانت بإجراء عملية الإحماء التي دامت قرابة الخمسة عشر دقيقة لينتقل الفريق بعدها للعمل على بعض التمرين التطبيقية بالكرة والتي شملت التنسيق بين الخطوط الثلاث واللعب على الأطراف وكادت تسديد على المرمى هذا وقام المدرب وعلام شرف بخفض وطيرة التدريب بالنسبة للعبين الذين شاركوا مطولا في المبارتين الوديتين فيما اكتفت ظاهر الأيصر زغدان بالركض على حفة الملعب لعدم تعافيه بشكل تام من الإصابة الفريق العاصمي سيخوض عشية اليوم حصتين تدريبيتين بمركز كارتي برياضي الأولى على الرابعة مساء والتنية على التسعة ليلا بتوقيت الجسائر ترجمة نانسي قنقر